في هم كبير جداً عند الحكومة وعند الشارع المصري فيما يتعلق بموضوع البناء ليه هم عند الحكومة وليه هم عند الشارع؟ عند الحكومة عايزة السيبان والبوازان والرشاوي والعك الهندسي اللي كان بيحصل زمان ده ينتهي بلا رجعة وعند الناس العادية فيه ناس بتقولك والله كان حال البلد ماشي كده ومهي ماشيت كده وفيه ناس تانية بتقولك لا أنا ملتزم لكن جيت في الرجليه وفيه ناس تالتة بتقولك طب ما وقف الترخيص ده يعني وقف بيع الأسمنت والحديد والعمال مش هيشتغلوا والمنسيين مش هيشتغلوا وحاجات كتيرة قوي وفيه حالة من يعني الشدة جداً في تطبيق الأمر المتعلق به مخالفات البناء نهاردة رئيس الوزراء قال إيه قال أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسب لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل القوانين واشتراطات البناء وقال أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة فوراً هذا الأمر له أبعاد كثيرة جداً طبعاً البرلمان كان أحد الشركاء الرئيسيين في الدفاع عن حق الدولة وأيضاً حق المواطن في هذا الأمر وتابعنا جميعنا لجنة التنمية المحلية والدور اللي قامت به وجود وزير التنمية المحلية في اجتماعات اللجنة والنقاشات اللي ضارت لكن كل يوم تحدث تطورات أعتقد أن الرئيس اللجنة رأي في هذه التطورات ترجمة نانسي قنقر